900 ألف مترشح للبكالوريا على موعد مع أسهلة سهلة وفي متناول التلاميذ متوسطياً مستوى باعتبار أنها ستخضع لمعايير تتوافق والبرنامج الدراسي كون العتب هذه السنة لن تبرمج حسب ما ذكره الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الأسهلة المطروحة ستخضع لجملة من المعايير المتطابقة والمقرر الدراسي كما من شأنها اختصار الوقت المخصص للاختبار في حين تلزم اللجان المكلفة من الديوان الوطني بإنجاز المواضيع باختيار عبارات ومفردات بسيطة ومتداولة لا تتضمن الحشوة كما أن الأسئلة ستكون مساغة بشكل دقيق ومعناها واضحة لا تتسم بالغموض وخاصة أنها لن تكون مفخخة قد تستفز ذهن التنميذ ويقع في الخطأ أما فيما يخص الأجوبة النموذجية التي لطالما شكلت هاجسا كبيرا بالنسبة لمرشحي البكالوريا فإن الديوان الوطني للامتحانة والمسابقات هذه المرة أزم ذات اللجان المكلفة بوضع الأسئلة وفق النموذج المقدم لها والتي يؤكد الديوان أنها خالية من أية أخطاء إضافة إلى ضرورة الإشارة إلى مختلف الأجوبة النموذجية الأخرى خاصة إذا كان سؤال واحد يتحمل عدة إجابات ويمكن حله بعدة طرق ويخص بالذكر هذه المرة المواد العلمية سلم التنقيط هو الآخر كان مدرجا في أجندة الديوان فبناؤه سيكون محكما حتى لا يضيع حق أي تلميذ حيث ستشمل الدقة كافة أجزاء الأسئلة وأن جميع المصححين ملزمين بتطبيقه حرفيا ودون أخطاء